طيب خلونا نروح للشخص التافه أنا سميته تافه وهيفضل أقوله على كده مهما كان لأنه ده أقل لفظ أقوله يناسب الشاشة يعني أنا لو لو لم أعلم أن هناك يعني سيدات فضليات وأمهات فاضلات قاعدين أنا كنت سمعته ما يكره وعلى فكرة ده يجوز يجوز شرعاً ويجوز كل حاجة بصراحة آه يجوز يعني مش هندخل في يعني ايه في مجادلة شرعية خلونا نسمع أبرايم عيسى قال ايه على سيدنا وتجرسنا سيف الله المسلول رمز الفتوحات الإسلامية خالد بن الولد حتى أن هناك من كان يشبه بعض الحكام العرب في حروبهم نفاقاً طبعاً بخل بن الوليد كنوع من استدعاء تلك الرمزية المرتبطة بالقوة والإقدام والعنف مع العداء حيث أن خالد في موضع التكريم والتعظيم والدعاية الإسلامية كانت لا تأخذه شفقة ولا رحمة بقصومه والكل يتذكر قصته مع مالك بن نويرة رأس أحد القبائل المتمرد على حكم أبي بكر الصديق والذي انتقم منه خالد شر انتقام بل ودخل بزوجته بعدما قتل الرجل ودمه لا يزال مسفوكاً أو ما فعله بجيوش مسلم الحنفي في معركة اليمامة اللي هي حديقة الموت سميت بحديقة الموت حيث قتل مئة ألف ثم أحرقهم في هذه الحديقة كيف تكون تصرفات ومسالك ومنهج خالد بن وليد في الحروب أمراً يحتزى أو قيمة عليا؟ شفته هذا الخبيث شفته هذا الخبيث شفته اختيار اللفظ طبعاً قصة سيدنا خالد المهيد مع عالك بن نويرة فيها كلام كتير للصبح وروح كتب السيرة لكن شفته الخبيث بيقولك ايه مالك بن نويرة زعيم احدى القبائل التي تمردت على حكم الخليفة وباك تمرد مش كفر وارتداد خلا تمرد سياسي وهذا الخبيث قلبه كله شفقة على أنصار مساليم الكذاب ولم يرى في خالد بن الوليد الذي فتح الله على يديه الشام وفارس وموقعة اليرموك الشهيرة وغيره ما شافش فيه غير كده لكن شفت شفت استخدام الالفظ تمرد على حكم ابو بكر مش 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 ردة عن الدين ولا كفر ولا انكار زكاة ولا الكلام ده كل لا 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 ده تمرد تمرد روح تقتل الرجل وتتجوز مراته ده انت راجل ده خالد بن الوليد اللي اطلق عليه مين سيف الله المسلول رسول الله صلى الله عليه وسلم انت لما بتطعم في سيدنا خالد بتطعم في مين في اللي سماه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى معناها على 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 لسان هذا الخبيث ما يعرفش عاجة حاشا لله ولرسوله لانه لو يعرف حاجة ما كانش يقدى لقب لم يعطى لأحد منذ نشعة الخليقة حتى الآن سيف الله سيف الله ما ما كانش يدهوله لو هو عارف انه راجل يعني دموي وعنيف وكمان يعني يعني مش عايز اقول لفظ مش متناسب ده الراجل قتل وراح دبح وراح داخل بذوقته ده مش جواز ده أصلا يعني كل الكتب بتقول انه انتظر العيد ده يعني مش مش جواز أصلا ده خلص بينفجر بينفجر كراهية لهذا الدين وليس مستغرب يعني ايه مستغرب يعني ابراهيم عيسى ولا عبدالله ابن ابن سلول كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس مستغرب ان ترى من تسمى بالأسماء وهكره هذا الدين الدين واع تقول لي بيكره الاسلاميين و بيكره الاخوان و بيكره خلد ابن الوليد و بيكره ابو هريرة و بيكره البخاري بيكره الدين لكن ما اقدرش هو في مرحلة والله زي ما عرب بنا وصفهم قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفي صدورهم أكبر هو لو يأمن على نفسه لخرج سمعك في الإسلام و في الدين ده كلام ما تتخيلوش فده ابراهيم عيسى بس و انه عاد جدا و يحظى برعاية الدولة و النظام هو لما هو عشان بس اقول لك هم يظنون ان هذا الدين بلا صاحب فاكر انت الحوار اللي عمله مع السيسي هو ولميس الحديدي لما قال له العسكر قال له ما اسمح لكش تقول عسكر تاني ما تقالتش كلمة عسكر في وسائل اعلام تاني فاكر حضرتك فاكر ولا نسيت في 2014 لما قال له حكم العسكر قال له اوعى تقول عسكر تاني وكانت هذه اخر مرة يطلق فيها كلمة العسكر في وسائل الاعلام المصرية كانت اشارة يا مارد ما تجيبش سيرة الجيش وتقول عليها عسكر كانت اخر مرة وبعدها الاستاذ ابراهيم قاعد في البيت لحد ما جه عبر الباب الواسع وابراهيم عيسى يقعد على المنصة في وجود السيسي يقعد على المنصة بتاعت حول انسان ويتكلم عن حول انسان اللي اهم حق بالنسباله مش الحرية ان الانسان يفتر في رمضان من غير ما حد يعترض عليه فابراهيم عيسى جه برعاية النظام من الباب الواسع للهجوم على الدين اوعى تقول ان القصة ابراهيم عيسى بشخصه هذه منظومة تعمل في الخفاء لمحاربة الدين عبر الاشخاص اوعى تفتكر اطلاق اسلام البحير واسماهيل يعني عود وابراهيم عيسى والحاجات دي عبثا هؤلاء يحظون بدعم ورعاية الاجهزة والنظام لانه هذا رغبة لديهم دفينة هم يعلمون ان الاسلام هو المشكلة ترجمة نانسي قنقر